أخ يسأل يقول هل صحيح مرتكب الكبائر لا توبة له حتى لو حج أو اعتمر لأن بعض الناس مستمرة على هذا الشيء يعني يعمل كبيرة ثم يذهب ويعتمر وكذا لكنه مستمر على الكبيرة مثلا يعمل بالرباء يعمل بالمقامرة لسانه بذيء بالغيبة والنميمة يذهب ويعتمر ولا يصلح حاله يقصد هذا الشيء يقول عندما تنصحوا يقول بأن بعض العلماء يقولون لا توبة لفاع الكبائر لماذا أتوب بمعنى لا توبة لي ماذا أتوب لا حول ولا قوة إلا بالله هناك فرق بين النقول لا يغفر وبين ليس له توبة لا يوجد عمل ليس له توبة حتى الكفر حتى الكفر لو أن كافرا وارادا يسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ألا تقبل توبته تقبل أيما أشهد الكفر أم الكبائر الكفر بلا شك فإذا كانت تقبل من الكافر كيف لا تقبل من صحابة كبيرة والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ليس أذنبوا أسرفوا على أنفسهم بمعنى بالغوا في المعاصي الكبيرة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا يجوز أن نقنط الناس من التوبة التوبة تشمل كل شيء لكن سنتكلم عن بعض الأمور بالنسبة للحج العمرة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفارات لما بينهما الجمعة إلى الجمعة بمعنى صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة كفارات الصلوات الخمس كفارات وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كالإنسان الوسخ الذي يغتسل بالماء قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى شيء من دارانه والداران هو الوسخ قالوا لا يبقى قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وصف بأن الذلوب تتساقط مع ماء الوضوء تمام كل هذا للصغائر كل هذه الأشياء والكفارات للصغائر أما التوبة من الكبائر عفوا أما مغفرة الكبائر فتحتاج إلى شرطين ما سواهما لا تغفر الكبيرة إما أن يتوب منها وإما أن يقام عليه الحد بعض الكبائر لها حدود الزنا مئة جلدة إن كان غير متزوج والرجم إن كان متزوجا القذف ثمانون جلدة السرقة تطع اليد القتل قتل قتل العمد يعني هذه تقام طيب لو قال أردت أن أتوب لا أريد أن يقام عليه الحد خاصة أننا في زمن لا تقام فيه الحدود في أغلب الدول يقول أريد أن أتوب تمام التوبة أفضل من إقامة الحد توب توب وتحسن التوبة عند ذنف الله تعالى يغفر لك كل ذنب المشكلة فيه مع الله سبحانه وتعالى يغفر بالتوبة كل ذنب المشكلة فيه مع الله تعالى يغفر بالتوبة التوبة الصادقة ليس سأتوب فيما بعد لا التوبة الصادقة أن تتوب يغفر لك أما الذنوب التي المشكلة فيها مع العباد لا اذهب وحلها مع العباد إنسان سارق وأموال الناس في بطنه ويريد أن يتوب نقول خلاص تبت وغفر الله لك ولتبقى أموال الناس عندك لا يجب أن يرجعها لهم يجب أن يرجعها لهم أما الذنوب المتعلقة بين العبد وربه تغفر بالتوبة أما أنه يقول أن بعض العلماء المشايخ يقولون لا توبة لفاع الكبار لا يقوله أحد لا من العلماء ولا من المشايخ هذا يتذرع هذا متوى النسبة الكبيرة مات ويذبه رأس العلماء يقول العلماء يقولون ونطين العالم اللي قال هذا الكلام ونطين الشيخ اللي قال هذا الكلام لا لا يقوله أحد لكن نقول الكبائر لا تغفر بالأعمال الصالحة الكبائر تغفر بالتوبة منها أما أنه أنا أروح أحيج وأعتمر وأنا مستمر على الكبيرة وأقول خلاص رجعت كيوم ولدتني أمي لا يا أخويا لا الصغائر تغفر بالأعمال الصالحة الصغائر تغفر بالأعمال الصالحة أما الكبائر أنت مصر عليها ومستمر عليها وتقول تغفر لا ملعبة كبائر بسم الله سلامه تغفر بالتوبة توب منها نعم تغفر لك وإن كانت متعلقة بحقوق الآدميين أرجع الحقوق لهم ثم بعد ذلك توب تغفر لك وترجع نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب عن الذنب كما لا ذنب له نعم ليس عليك ذنب هذا ما يتعلق بالتوبة والمغفرة لأصحاب الكبائر والصغائر